أعلام من قبل الجيش الإسرائيلي حسب التصريحات الرسمية إذا صعد حزب الله فإن الرد سيكون عنيف وسيكون غير مسبوق بالفعل يعني كانت الهجمات الإسرائيلية خلال الساعة الماضية غير مسبوقة وحتى الساعة وحتى هذه اللحظات بين الفينة والأخرى يعني زخات من المدفعية الإسرائيلية تنطلق مرة واحدة نحو الأراضي اللبنانية الحديث عن جنوب لبنان ننتظر الساعات القادمة لنرى ماذا سيتخلل هذه التصعيدات من الجانبين أعوذي لك لنا إذن والوضع الميداني من حيث أنت على حدود قطاع غزة أهلا بك نتحدث عن استهداف لعدة مواقع من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية ما زال القصف مستمر منذ ساعات الصباح شهدنا قصف لعدة من المواقع في المنطقة الشمالية هذا منطقة شرق نيوزنس إضافة إلى عدد من المناطق في مدينة غزة والتي تحاول القوات الإسرائيلية عن طريق أيضا أدبابات والمشاة والعتاد العسكري من محاولة فصل هذه المدينة عن المناطق المحيطة بها ومحاولة من القوات الإسرائيلية من التوجه من شرقا من شارع صلاح الدين نحو الغرب محاولة لوقف جميع الحركات من المنطقة الشمالية نحو المنطقة الجنوبية إضافة لذلك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل قد تحدث أن هناك محاور تم إبطال فيها مفعول العبوات الناسفة ومعرفة أو اكتشاف عدد من الأنفاق فيها تحدثنا أيضا عن عدد من الأنفاق قد اعترفت القوات الإسرائيلية باكتشافها في المنطقة الشمالية وأيضا في عدد من المناطق الجنوب بقطاع غزة تحدثت أيضا عن اشتباك مسلح واشتباك عنيف دار بين القوات الإسرائيلية أو عدد من مقاتلي حركة حماس الذين خرجوا من الأنفاق تحديدا في جنوب مدينة غزة وبالفعل كان هناك اشتباكات مباشرة بين القوات الإسرائيلية وأيضا الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس نعم تفضلي نعم أعود إلى رائد حيث مرة جديدة نحن نشير إلى هذا التطور على الحدود مع لبنان وهجمات اليوم وصفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب هجوم الجيش الإسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان هو الأعنف منذ بداية هذه الحرب واستهدف مواقع الحزب الله الجنوبي ولكن مدى عن المناطق مرة أخرى التي استودفت من قبل حزب الله وإذا كانت خلفت أي نوع من الخسائر في الناحية الإسرائيلية يعني تحدثنا عن عديد من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية الإسرائيلية الحديث عن مستوطنة المطلة عن مسقاف عام وهذه المستوطنة كان هناك أنباء عن استهداف حزب الله لمنطات تجسسي فوق مستوطنة مسقاف عام كما أن الجليل الأعلى أيضا شهد إطلاق لصفارات الإنذار وعلى امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية كانت صفارات الإنذار تطلق ونحن نتحدث عن حوالي 30 مستوطنة ربما يجدر الإشارة هنا إلى أن المنطقة فيها بلدات عربية وهي يقطنها عرب الحديث عن مجدى الشمس الحديث عن بقعاته وعن عديد عن عرب العرام هذه بلدات يقطنها العرب ولم يتم إجلاءهم